لغيبون هو ميزا مشتار كما بين جميع بارة مجلس شويتوفيس 2013 ولكن الوضائف اللي عدنا في لغيبون كتختلف من برنامج الآخر لغيبون مصمم باش يساعدنا بشكل سريع للحصول على الأدوات اللي محتاجين استعمالها طريقة سريعة وفعالة كيفما كتلاحظو لغيبون هو هذا عدنا في أعلى واجهات المستخدم كي توفر لمجموع من نوافذ أكوي انسرسيون كرياسيون ترانزيسيون أنيماشيون ديابوغاما واللي بدورها كتتم أدوات من دمى بشكل مجموعات مثلا بغينا نقوم بإدراج صورة فأكيدا قنطقلو لانجلي انسرسيون ومن بعد هنا يا للمجموعة إيماج وهكدا كنتعلمو مكان كل وظيفة محتاجين استعمالها أيضا كتلاحظو أننا من اللي كنتقلو ما بين مختلف هاد الأدوات كي يظهرو عدنا نوافذ كتقدمنا وصف مختصر لدور هاد الوظيفة اللي احنا فيها هنا عدنا لانجلي في شيعي ولي كيختلف على باقي اللي اللي شفنام اللي كنتضغطو عليه كنتحولو مباشرة لهاد الواجهة واللي عدنا فيها مجموعة من الوظائف هناكي تعرضنا معلومات عامة على البريزنتاتيون دينا ومن هنا يمكن لنا فتح تسجيل طباعة أو مشاركة لبريزنتاتيون دينا وغيرها كنتخرجو من هاد الواجهة بالضغط على ايشاب في لوحة المفاتيح أولا كنتضغطو على هاد السهم لاحظو معي الآن لانتقلنا مثلا لانجلي أكوي عدنا فيه مجموعة من الوظائف لما نتضم في مجموعات ديابوزيتيف بوليس وغيرها إلا انتقلنا لهاد السهم فهنا كتلاحظو هاد النافذة اللي كتضم معلومات على دور هاد المجموع لا ضغطنا كتفتح هاد النافذة ولي كتشمل مزيد من الوظائف اللي ممكننا نستفدو منها نرجعو الآن الواجهة المستخدم بالاضافة لهذا هنا عدنا هاد الزر اوبسيون دافيشاج ديبان باللي كندقطو عليه كتفتح للنافذة كتساعدنا في اختيار طريقة تشخيص دينا فلا ضغطنا على ماسكي اوتوماتيكمون لغيبان كاللاحدو ان لغيبان دينا كيختفي تماما من الواجهة واللي يمكننا نرجعوه بالضغط على هاد المنطقة اللي كتدهر بمجرد تقريب لسوغي من الحفا وكيدهر عدنا من جديد لغيبان لا ضغطنا على افشي لزانجلي كيدهر عدنا فقط لزانجلي لكن في حالة تحتاجين وظيفة معينة فيكفي نضغطو على المجموعة اللي كتوفر على هاد الوظيفة اللي محتاجين مثلا اللي ضغطنا هنا فالانجلي اكوي فكيدهر عدنا للي كوماند كينتاميو لهاد الانجلي الان لضغطنا على افشي لزانجلي للي كوماند وهذا هو الاختيار الافتراض اللي عدنا فالpowerpoint 2013 كيدهر عدنا لزانجلي مع للي كوماند ديالهم يمكننا ايضا نقوم بتشخيص هاد الوغيبان بالضغط هنا ثم كندغطو على الزر ليمن فلا الصوري وكن اختارو بيخسوناليزي لغيبان كتفتح لنا هاد النافذة وهنا يمكننا اختيار اضافة او حدف اي وظيفة هنا عدنا اسم المستخدم مع معلومات خاصة بالحساب دياله اللي يمكن يكون حساب محل اللي عنده في الحاسوب او لا حساب ميكروسوفت في حالة كان عنده حساب ميكروسوفت اكيد اي واحد مننا بعض المرات كيحتاج الاستعانة بميزة المساعدة اللي كيقدمنا powerpoint فمثلا ملي كنتقلو ما بين هاد الاختيارات في الغيبان كتدهر لنا نافذة كتقدمنا وصف سريع للاختيار اللي حددنا مثلا لانتقلنا لانجلي اكوي واختارينا نوفيل ديابوزيتيف كتدهر لنا نافذة الوصف السريع وهنا لتحت عندنا نصف بلوس من اللي كان ضغطو عليها كتفتح لنا نافذة المساعدة عندنا هنا اختيارات لتحديد نوع المساعدة اللي بغينا ايدا هنا الفوق عندنا علامة للسفهم اللي كتمثل رمز المساعدة في الpowerpoint والاختسار لوحة المفاتيح دياله هو F1 لضغطنا عليه كتفتح لنا هاد النافذة اللي يمكن لنا نبحثو فيها على نوعية المساعدة اللي محتاجين او لنكتبو مباشرة هنا الوظيفة اللي محتاجين يستفسروا عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة